اشتركوا في القناة انه لا ينبغي ان نأخذ كل نص وارد في القرآن او في السنة النبوية او في روايات الائمة منعزلا عن باقي النصوص اعزائي لان هذه الكلمات الايات القرآنية صادرة من متكلم واحد الروايات الصادرة عن النبي الروايات الصادرة عن الائمة ايضا بحكم متكلم ماذا متكلم واحد اذا لا معنى لان نعزلها ونجعلها كالجزر المنفصل المستقلة بعضها عن بعض فنقول دلالة هاي الروايات بغض النظر لا 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 ابدا بغض النظر ما اكوه لا بد ان تأخذ ماذا السياق جميعا ولذا اعزائي السياق اللي انا انصح الاعزاء اللي يعدون يردون يقدمون رسائل ماجستير او دكتوراه في الابحاث الدينية بالخصوص واقعا يأخذوا مقولة السياق مقولة السياق السياق هذه مقولة السياق مون فقط مقولة قرآنية مقولة السياق مقولة قرآنية ومقولة ماذا رواية مع الاسف الشديد نحن الى الان عندما نسمع السياق ذهننا يتبادر الى اربع كلمات قبل الاية اربع كلمات خمس بعد الاية فد اي قبلها فد اي بعدها لا اعزائي السياق له مصاديق متعددة من اوضح مصاديقه هذا من اوضح مصاديقه هذا هذا المعنى اللي احنا مرارا دنقول للاعزاء انه واحدة من اهم الاشكالات التي يوردها مخالف مدرسة اهل البيت على مدرسة اهل البيت في الاستدلال بالآيات القرآنية على امامة ائمة اهل البيت يقولون ان الشيعة لا يراعون ماذا سياق الآيات الا انه تأتي وتقول اساسا نحن لا نوافق ان الآيات القرآنية توقيفية تنظيمها توقيفي اذا تلتزم بهذا جيد انه هاي الآية مع ان روايات سنة والشيعة يقولون ان الآية عندما كانت تنزل رسول الله يقول ضعوها في كذا ضعوها في كذا ولهذا احنا مرارا ذكرنا اعزاء قلنا انظروا الى هذه الآية المباركة الى هذه الآية المباركة في سورة المائدة او في سورة النساء سورة المائدة والنساء وغيرها المائدة يمكن ظاهرا بليه بليه المائدة بليه بليه المائدة الى آية عزائي يا ايها الذين آمنوا انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهذه من اهم آيات التي استدل بها على اثبات الامام لمن دا اتكلم الان قرآنيا لا ماذا اتكلم ماذا ماذا ورد في الرواية وفي شأن من نزلت لا لا قرآنيا يعني بمقتضى السياق السياق مولانا قبلها يا ايها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يعدي القوم الظالمين بعد يقول الى ان يقول قبل الآية يا ايها الذين آمنوا انما وليكم ثم تقول يا ايها الذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين فان حزب الله اذا الآية تتكلم عن ماذا هل يجوز تولي الكفار او لا يجوز الآية قالت لا يجوز وانما يجب تولي من المؤمنين واما اية التطهير اللي مرارا ذكرناها للأعزة وقلنا ان اية التطهير الاشكالية التي يوردها علينا الاخرين لا نحن نعتقد بالاشكالية هذه اذا كان السياق ايات قبلها ترتبط بشيء آخر الآية في سورة الأحزاب وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةِ وَآتِينَا الزَّكَاةِ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله إنما يريد الله آية مستقلة له جزء من آية إذن يمكن أن تفصل في السياق أو لا يمكن في الآية الواحدة آية واحدة مُو آية قبلها وآية بعدها مَا أدري واضح له اللي دا أقولها أعزائي إذن قضية السياق أعزائي قضية خطيرة جدا ولابد أنه تكتب دراسات قيمة ولهذا نحن قلنا أنه هم قالوا في آية النساء في آية الأحزاب هم قالوا أنها ماذا مرتبطة بنساء النبي إصرار يوجد أنها مرتبطة ماذا بنساء النبي قلنا إذن كان مقتضى السياق ما هو مقتضى السياق ما هو أن يقول إنما يريد الله ليذهب عن كنا الرجس يا أهالي هذه البيوت يعني المتقدمة ويطهر كنا ماذا؟ تطهر لماذا؟ لماذا؟ لأنه السياق السابق نون النسوة أولاً التفت جيداً وكذلك بيوتكن في بيوتكن يعني حتى البيت ما نسبه إلى رسول الله حتى ما شرفهن بنسبة بيوتهن إلى من؟ إلى رسول الله خب لماذا؟ هنا قال أهل البيت أفرد البيت وذكر ماذا؟ الضمي ما الذي حدث؟ هنا حيلة العاجز أقولها رسماً وإن قالها البعض حيلة العاجز يقول أن هذا المقطع من الآية الزجة هنا صار تلاعب بها لا لا عزيزي لا لا أي تلاعب ما قبل الآية وإلا إذا صار بناء أنه كلما لم نستطع أن نحل المشكلة نرجعها إلى ماذا؟ إلى أنه فلان وفلان تلاعب بوضعها هنا حتى يضيع مضمون الآية بعد يستقر حجر على حجر في القرآن أو لا يستقر أعزي؟ لا يستقر لأنه أنت كل ما تستدل يقول لا أنتم ابناكم ما هو؟ أنه وقع فيه الحذف وتلاعب والتقديم والتأخير في السور وفي الآيات بل وفي أجزاء ماذا؟ وفي أجزاء الآية إذن لابد أن هذا الباب يفتح ويغلق يغلق هذا الباب يغلق هذا الباب من هنا قد تقول لي سيدنا إذا لم تكن مرتبطة بالنساء فلم جاءت هنا؟ هذا سؤال لابد أن نجيب عليه نحن نقول أنها ما مرتبطة بالنساء جزماً بقرينتين بقرينة تذكير الضمير وبقرينة ماذا؟ أن النساء ليسوا أهل البيت في الآية لأن النساء بيوتكن نسبهم إلى بيوتهم إذن لماذا جاءت؟ الجواب واضح الجواب واضح كالشمس أساساً لو لم يأتي هذا المقطع في هذا الموضع لكانت الآية ناقصة لماذا؟ لأن القرآن دا يتكلم عن بيوت النبي عن بيوت النبي وبيت علي وفاطمة من بيوته أو ليس من بيوته يقيناً إن لم يكن أشرف بيوته فواحدة ماذا؟ من بيوته فإذا لم يذكر هذا كان مشمول لكل هذا العتب الموجود في الآيات ما أدري واضحي ولا يعني لأنه الآيات قالت ماذا؟ من يقتن من يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن إذن بيت فاطمة أيضاً كان شمول لهذا ولذا القرآن الكريم مباشرةً دخل على الجواب دفع دخل مقدر قال ترى هذا اللي دنقول مرتبط بنسائه لا ببيت علي وفاطمة مباشرةً ماذا؟ قسم أهل بيت النبي إلى ماذا؟ إلى قسمين قسم ورد فيهم ما ورد وقسم ماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذا وجه وجه آخر حتى تبين أساساً لو لم يرد هذا المقطع أساساً واقعاً كان هناك إشكال دفع دخل مقدر لا يجاب عليه إذن هذا الحتاب الوارد في الآيات شامل لبيت من أيضاً؟ لعلي وفاطمة هذا وجه آخر يا رسول يا نساء النبي إحنا اللي دنقول من يقلت من كن لله نؤتها أجرها مرتين فلا تخضعن بالقول قول كذا وقرن في بيوتك هاي الأحكام الخاصة لنساء النبي لماذا؟ لماذا؟ ما هو وجهه؟ ما هو وجهه؟ وجهه أن كنا ارتبطنا برجل هذا الرجل من بيت طهره الله ماذا؟ تطهيراً أكون خصوصية لهذا الرجل ما هي خصوصيته؟ ها؟ خصوصيته أنه من مثل هذا البيت إبراهيم أنكم أحصم من مثل هذا البيت يا بيت هذا البيت الذي قال إنما يريد الله ليذب عنكم ورجس أهل البيت أساساً لابد أن يأتي هنا ولو لم يأتي لكانت الآية فيها ماذا؟ محل إشكال يعني شنو الزجة الآية هنا كما يقول بعض العوام هستقول لي سيدنا ليش تقول عوام؟ أقول بيني وبين الله هذا من قلة التدبر في الآيات القرآنية لأن الآية هنا محلها هنا 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 محلها ولا يمكن أصلاً ما كانت تعطي معنى هذا المعنى العالي والشرف الرفيع لأهل البيت إذا جاءت في مكان آخر إنما أعطت هذا المعنى لأنها ميزت بين بيوت نسائه وبين بيت من؟ ها؟ بيت علي وفاطم إذن أعزائي الوقت أخذني التفتولي السياق هذا واحدة من مصاديقة من مصاديقة مجموع الآيات المحيطة من مصاديق السياق نفس السورة أصلاً السياق السورة ما هو؟ وهذه قضية مهمة لابد أن تلتفتوا إليها تجدون القرآن الكريم أعزائي يبدأ بالإيمان وينتهي بالإيمان في سور مثل سورة البقرة الذين يؤمنون بالغائب يقيمون الصلاة مما رزقناهم هذا أين يبدأ البقرة؟ إلى أن ينتهي في آخره مولانا في الآية أواخر سورة البقرة أيضاً نفس الكلام يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربيه كاملاً أطف العجز على ماذا؟ على الصدق هذا عبروا عنه السياق ماذا؟ ليس سياق الآيات سياق السورة وهذه من أهم معارف القرآن أن تقف على السياق السورة أعزائي بناء على هذا لتفتولي ما أريد أطول على الأعزائي بناء على هذا إذن نحن عندما نأتي إلى السياق ما قاله النبي والأئمة في شأن الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى اجعلوا رواية الفقهاء مناء الرسل وين اجعلوها؟ في هذا السياق يا سياق سياق مجموعة هذه الروايات التي وردت في بيان شأن من؟ شأن الفقهاء في عصر الغيبة عند ذلك بعد لا يمكنك أن تفصل بعضها عن بعض إن شاء الله هذه القضية وهي السياق روايات علماء عصر الغيبة هذه لا بد أن نقف عندها عند ذلك تجد اللوحة واضحة ما هي المسؤوليات التي ألقيت على عاتقهم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر